أهلا بحضراتكم في فكرة جديدة على قناة الأموال كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بينتظروا يخلص شهر يونيو الجاري علشان يدى شهر يوليو اللي هيتم فيه تطبيق قرارات حكومية جديدة واللي هتتضمن زيادة المرتبات وحركة التاريئات للموظفين العاملين بالدولة وكمان زيادة المعاشات والأجور والحكومة عملت على إعادة هيكلة جدول زيادة مرتبات الموظفين بالدولة وطبعا ده هيكون استعدادا لصرف مرتبات لحوالي 5 ملايين موظف وموظفة وطبعا بواقع تكلفة إجمالية قدرها مليار وخمسمائة ألف جنيه وفقرتنا النهاردة هنوضح لحضراتكم تفاصيل القرارات الجديدة اللي هيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل واللي هتساهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد أول قرار تطبيق قرار علوات الموظفين أول يوليو 2021 طبقا لقانون الخدمة المدنية بيمنح الموظفين المخاطبين بالقانون علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وده هيكون في 30 يونيو 2021 وبالنسبة للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية هيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام تاني قرار حافز شهر إضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن المفترض هيتم تمويل حركة الترقية للمستوفيين اشتراطات الترقية بداية من 30 يونيو 2021 على أن يتم تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتروح بين 175 جنيه ل400 جنيه شهريا وفقا مستويات الوظيفية ثالث قرار تطبيق قرار بدل المعلم وحافز الأداء ومكافئة الامتحانات هيتم منح المعلمين حزمة من المزايا المالية وفقا للقرار رقم 212 لسنة 2020 والمزايا دي زي زي زيادة بدل المعلم وحافز الأداء وكمان استفادت الإداريين من مكافئات الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5 مليار و600 ألف جنيه سنويا ويتم إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي في موازنة 2021 و2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية غير المدرج وللتبلغ مليار و500 ألف جنيه وبكده هيصبح إجمال المبالغ المخصصة لدعم المعلمين 2 مليار و500 ألف جنيه القرار الثالث زيادة المعاشات نصة الموازنة العاملة للدولة على توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 88 مليار جنيه في 2021 و2022 واللي هتسمح بتمويل زيادة المعاشات ب13% اعتبارا من أول يوليو المقبل وبشكل هيستفيد منه حوالي 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم القرار الرابع تطبيق الحد الأدنى للأجور كمان تمت الموافقة على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بأن يكون الحد الأدنى لجمال الأجر الشهري اللي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو 2021 للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها و3120 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها و2880 جنيه للدرجة الرابعة أو ما يعادلها و2640 للدرجة الخمسة أو ما يعادلها و2400 للدرجة السادسة أو ما يعادلها وبكده نكون وصلنا لآخر فقرتنا شكرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة